السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شواء بشارككم خاصة بهم مرقبض الرحمن و اليوم نجلب لكم انبوكسنج لهذه السماعة الرهيبة اللي هي Call of Duty Ghosts سماعة Turtle Peach اللي هي حق Turtle Peach اللي هي اسمها Spectory Air Force Spectory سماعة جدا رهيبة مع النشريط مخيسة اللي هو Call of Duty Ghosts ما تشفون هنا فوق اه يعني شرعتها اليوم لان سمعت له الأخير فقلت لازم اشتريها فا جزتلي نظرت الى ريفيوهات لانه من زمان كنت انا اشتري سماعة من Turtle Peach لان الشرك هذي ما عمر جربتها فقلت لازم اجربها اه اعترى شي على الجودة اذا كان تمخيسة وشيزة كذا لانه ما تعودت اصوي انبوكسنج زي كذا اللي بس افك هذا الشي من هنا زي ما تشفون هنا يبغى افكت شرطونا زردة اوكي ما زردة ما يحتاج انا بس افكها اوكي هلنا اوضح لكم الصور شوية انتو عشان تستنسون بالمنظر طبعا الي اسأل كم سعرها اه ومن وين شرايتها وزي كذا اه معناش بس اوكي 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 هنا ما في شي اوكي في واحدة هنا تحت شرايتها طبعا ما عليش شاطحة بس شرايتها ب بخمسمية وثمانية ريال كنت لقيتها في النت بسعر اغلى من كذا توقعت ان هذا سعرها الرسمي برا يعني بالمواقع النت بس رحت كذا اللي انا متاخره علي اللي بالنت رحت شيكت عليها شسمه قلت بروح اشيك على سعرها من بره المواقع او من بره فكتفتني سعرها الرخص بكثير فهلونا نفكت بك بسم الله طبعا اول شي تبتلاحظونه انه جاية بصندوق زي ما تشفون هنا جاية بصندوق وشعر تر تر بيتش هنا وهذا الكرتون بس لليسأل اوكي اصبع دقيقة لليسأل وش تشترع اليه طبعا تشترع كل الاجهزة اللي هنا زي ما تشفون اللي هو الاكس بوكس والبلاستيشن والبي سي والماك والموبايل طبعا لليسأل وش الفرق فيه انواع واجد منها اللي هي فيه هذي الاسبكتات هذي اللي بالنص وفيه اللي اقل منها اللي هي توقع انها اسمها شادو هذي نفس اسمها هذي بس انها هذي احسن احنا بريكم مش الميزات وغير كذا فيه اللي هي الفانتم اللي هي ويرلس شغلت اشتريها بس المشكلة ايش ان الفانتم مشكلتها ما تشترع البي سي فاهم هذي المشكلة طيب بسم الله خلونا نبدأ نفتح المزة يا السلام يا الله والله روعة يا ايان لو تشوفون شوفوا لو تشوفون هنا هنوضح لكم الفوكس شوي معناش بس نصور سوي اوت ومدري ايش الزبته زي كذا خلونا نفك سماع الله الله يا ناس والله روعة يا ايان ملمسة الله لو تشوفون هنا هنا شعار طبعا كالوف دي تي غوست اللي ما لاحظ يعني كالوف دي تي غوست وهنا نفس الفكرة كالوف دي تي غوست وجوه هنا شعار ترتل بيتش طبعا تقدر تلف هكذا من جاه واحدة لو تشوفون هنا هنا شعار ترتل بيتش لو تشوفونه لو تكون عليه طبعا هي السلك لو تشوفون من هنا سلك ولليسأر يقول يا ابو داحم وين المايك حقه طب خان بس ارجع زوم شوي واسوي فوكس بس اوكي لليسأر وين المايك حقه المايك هنا تنحط الحين راح اريكم المايك بس والله اسمع مر اخر فيه طبعا زي ما تشوفون هنا فيها مكتب كلمة تارت البيتش وهنا هذي يلقط الفوكس اكا زي ما تشوفون هنا ما توقع اللي قطر فوكس فيها قطر سنين اوكي هذي معنى اشياء تدر بس فوكس مر مخيس فسلك وين زي بدل وهنا فيها ميزة اللي هي كده ها بس لن بس دقيقة زي بدلنا فيها شي تنفك هنا خلونا نفكها بس بالمفتاح زي بدل ما اودي احوسها بس فينا الاشياء هذي اصبر تقيقة لا اكسر امه الحين ما لا امه داي اكسرا وانا تويش اري هنا فيه اشياء تنفكك هن هذي الاشياء هذي الاشياء هذي الغطاء ينفك الغطاء الاسود هذا لو تشوفون من هنا هذي انه ينفك خلونا نخلي السماعة لجنب ونشوف وش جامع السماعة اه طبعا هذا اول شي طبعا ما اصابه له جاء اول شي الكتاب هذا اللي اسمه المنول والخربيط اتوقع خلونا نشوفه بسم الله ما دلاش كده حسيتني محترف تفتيح فيك جدا اللي جاء معه هذي الخربيط دقيقي خلونا نسوي لكم فوكس عليه اوكي هذي الخربيط خلونا نشوفه خربيط يجب تسهب عليها الشي الثاني اللي جاء معها جاء معها كتيب ذا بعد مدري وشو استيكر ترتل بيتش وهنا المنول والخربيط هذي شعني خربيط وكيف تركبها طبعا تشترع بلاستيشن فور هذي الميزة بعد فيها طيب الشي الثاني والمهم هذا هذا الشي المهم خلونا نخلي صندوق طبعا خلاص 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 محلي شي هذا الشي المهم اللي هو الكيبلس والاكسيسوري لو تشوفونا كيبلس والاكسيسوري مادري ليش شبتها من راسي فاسلم ماليش بوسته كاميرا ادري الاب بوكسنج مره مخيس بس سلك قاعد اوكي طيب بسم الله نبدأ طلعها حبه حبه اوكي خلونا نبدأ باوشي طبعا هذي المايك المايك حقها زينته انه الحاله يعني لو مثلا بعدين خرب عليك المايك كلها مايك ب 35 ريال 40 ريال او 5 دولار 14 دولار وخلاص يعني رياحة مفقك وغير كده لو تشوفونا هنا لو هنا تشوفونا هنا مكتوب كلمة ترت البيتش هنا او هي مكتوبة هنا زين ما تشوفونا هنا وهذا المايك هنا فيه سلك ينحط وين اللي بناظر ينحط هنا شوفو يعني بالنهاية راهين شبك هنا نسلم نسلم بس او غير توقع زبدة مدري كيف يش باك تقيق خلينا نشبكه مدري كده يفر ولا مدري زبدة ايوه شبك زين ما تشوفونا هذا المايك طيب اللي يقول وش سال بس كده ما صالت لا في شي لسه الحين خلونا نفكها حبة حبة خلونا نشوف رسلاك الجاي معها كلها خلونا من هنا الحين خلونا على هذا الشي المهم بس خلونا تدروش نسوي عشان تطلع التصوير زين نحطها فوق هذا الشي الجميل عشان نسوي عليها فوكس ونقدر نشتغل عليها زين طيب اول شي خلونا من هذا الشكل نجيب اول سلك هنا اللي هو طبعنا نشوف معكم بالكاميرا ف اكي هذا الاكس بوكس 360 كابل اللي هو سلك الايو اكس اللي تشابكه بالاكس بوكس ونفس الفكرة تشابكه باللاستيشن الحين حاليا توقع انه زي كده الشي الثاني والمهم مرة هذا الشي الجميل طبعا بفكر الاشياء اللي با استخدمها الاشياء اللي ما استخدمها ما راح افكه هذا الشي الجميل هذا اللي هو ما اجل توقع انه اسمه ترانزميتر او زي شي كده طيب بس خلنا فك الكيسة عنه الله اكبر عليك يا غوست معنا اللعبة مخيصة لكن يلا استاهلين تشريها طبعا زي ما تشفون هنا هنا زر انك تحط المايك عالي شوي واطي هنا انت بترد على جواله تحط على جوال وهنا تحط المايك ميوت مر هنا هنا في خصائص كثيرة هنا تطول زر السماعة تقصره هنا الشات هنا نوعين لديك Telax وتقصر او HayYi هنا هنا الصوت تقصر بصوت وهنا اللي هو الانفجارات والانفجارات والثانية تريل والله ما ادري وش اسمها بس الزبدة النهايته هذا الشي ان الجميلين اللي هو سلك يو اس بي وسلك يو اكس فام هنا تشبكهن لو تشوف هنا هنا سلك السماعة اللي بركميها الحين كيف تشبكونها وهنا نفس الفكرة اللي هو هنا تشبكهن البلاستيشن او البي سي وهنا نفس الفكرة فا يب فاولونا عنا سلك الاول احين هذا لا هذا شوفناه هذا ار سي اي سبلتر مدري ايش هذا توقع انه شي لل ما ادري يزبت حق كفار يزبت مدري وشو هذا اي شي هنا ما عادف اول حق كفار طيب هذا و هذا هذا حق اه هذا حد 6 مدري ايش مدري مved و الله ماخر ا تشوفهن خلوه هذا مو مزين حق كفار بغ و وهذا موبايل كبل يعني اتوقع هذه السلكين راتي نقر اشبكها على القطعة بس فهدي كان كل الام dueقشن حق السماعة الجميلة هذه ايوو بس وش ما اكسر انه ما أجبه او مع المعيد السماعة الجميلة هذي أتمنى أفضل أعجابكم للي حاب يسألوني شرائتها من القصيم تحديدهم من عنيزة محل اسمه فيديو قيم و توقع أن هذي أخر واحدة كانت عنده فبس هذا يكن كلي عندي أتمنى أفضل أعجابكم و لا تنسوا أنه من دعمكم اللايك والفيفورت والسبسكرايب وبس سبسكرايب تحت واللاك تحت والفيفورت تحت وبس كما كبد الرحمن و شوفكم على الف خير صار تحوس عندي فسلكوا يعني فبس هذا يكن كلي عندي أتمنى أفضل أعجابكم يلا باي باي